نهاردة كان فيه شاب رائع جدا من زو الهمم كان بطل افتتحية كأس العالم 2022 اسمه غانم المفتاح حبينا برضو ندور على حكايته تعالوا نشوف مين هو غانم المفتاح البطل لمن زو الهمم الشاب الرائع العظيم ده هو شاب بقطر يبلغ من العمر 20 عاما ولد في 2002 بحالة مرضية نادرة تدعى الانحضار الزيلية غانم المفتاح يصر على التحرك مستخدما يده بدلا من استخدام الكرسي المتحرك رغم طلب أسرته منه ذلك في عدة مرات على المستوى التعليمي يدرس غانم المفتاح في مععد العلوم السياسية أملا في أن يكون دبلوماسيا ناجحا يمارس غانم المفتاح العديد من رياضات بما فيها الغوص والتزلك على الألواح وتسلق السخور شايفين السؤال العظيمة دي؟ بطل بطل يعني غانم المفتاح من أصغر رواد الأعمال في قطر إذ يمتلك الشركة متخصصة في تصنيع الأيس كريم أعزو لكم حاجة على غانم المفتاح لما قلت عنه شوية بعد المباراة كمان غانم المفتاح أثناء ما كان جنين يعني فقالوا لولدته والده أنه هو هيتلع عنده مشكلة يعني فقالوا ممكن نتخلص من الجنين أو ممكن يحصل أي حاجة لو يعني مش هينفع يكون عايش معنا فهو والده والدته قاله والده قال أنا هبقى قدمه اليمنى ووالدته قالت أنا هبقى قدمه اليسرى حتى لو نزل بمنتصف جسمه فقط إحنا هنسنده وإحنا هنساعده وإحنا هنقف معاه الآن ابنهم العالم كله يتحدث عنه العالم كله يتكلم معاه نهارده مورجان فريمان واقف يتحدث معه في افتحية كأس العالم هو بطل الأبطال الآن هتحية لوالده والدته بداية وتحية طبعا ليه عشان هو بطل كبير جدا وعنده إرادة مش طبعية ربنا يا رب يحفظه ويحميه ويخليه دايما زي ما هو كده بطل ومشرف لكل العرب الصورة دي رائعة جدا نهارده واختيار أصلا مورجان فريمان كمان للإفتحية ده اختيار عظيم وكبير ورائع وله تمانين رسالة الراجل ده أصلا له أبعاد كثيرة جدا فيما يخص التقارب والتعامل البشر السليم يعني مورجان فريمان هاي طيب